السلام عليكم ومرحبا بكم معي في قناة كنتمنى ان شاء الله تكونوا في صحة جيدة وتكونوا بخير وعلى خير وانتم ما كتشاهدوا هذا الفيديو وتابعوا معي الفيديو حتى الاخير ولاعجبكم ما تنسوا الشرقه في قناة وتضغطوا على الجرس باش دائما ان شاء الله تتوصلوا بالجديد اللي اجداد على القناة واللي قدام كتقول لكم شكرا على الدعم ديالكم شكرا على المشاهدة وعلى التعليق الزوين اللي كتحطوا لي بسم الله أنا عندي هنا وحد الكمية ديال الليمون الحامض اللي ده بارهم توفر في الاسواق ما كيت عداش ربعة الدراهم وهنتم ما شوفتوا معي بحال هكرا هالطايب وصفر يعني وزوين كنجيبوه وكنديرو حد المعلقة ديال الملح في الماء وكننرقدوه وحد الوقت اللي كيكون بحالك 11 دقايق وكنديرو لي واحد الشيطة وكنغسلوهم زيان لانا قدي نحتاجه القشر ديالو بحال هكا كنغسلوه وكنحطوه كنحكوه كنديرو واحد الشبكه هكا هكا الخضراء او هاد الشيطة وكننغسلوه بزيان باش ما كيبقى فيه التربة لذيك الدواء دياللي كيكون مرشوش هكا في الشجراء بعد ما غسلناه كنمسحوه بزيان بحال هكا كنندوزوه كامل بحال هكا بواحد المنديل وكنمسحوه بزيان من شوائب ومن أوسخ اللي كيكون فيه من الدواء وكنستمرو عليه حتى كنكملوه هاد الليمون الحامض انا عندي واحد الكيميه هنا ديالجوش كيلو اونس صافي بعد ما كمناه غدي نقطعو غدي نقشرو القشرة انا عندي هاد القشرة بحالكة كتقشر وو عندي الموس هاد القشرة كتقشرو هكا كرقيق ما كتقشرش مع هديك البابا البيضاء لانه إذا درنا فيه ديك البابا البيضاء غدي تجي فيه واحد المرورة احنا غدي نديروه هكا مجفف وكنحتاجوه بحالكة الكيك كنحتاجوه بزيان الوصفات يكون عندنا صافي وكن نلقيها بحالكة وكنحط الليمون الحامضة وكنحتاجوه فهد القشرة ما كتكونش فيه انا غدي نوريكم إلا بغيت نقطعو بحالكة بالموس كنهزو ديك الجلد الفقنية بوحدها بحال هكا كنهزو من الفوق كنصمرو عليها بحال هكا ما كنضربوش هديك البابا البيضاء كنحتاجوه بش ما كنضربوش هديك البابا البيضاء بحالكا إلا دوزنا شي حاجة فيها البابا البيضاء كنحيدوها وكنستمرو عليها تشكيلو ديال الليمون حامض حتى كننقيه كامل بحالكة هاد القنيسة بحال هكا هم ما كننقيوهم ما كنحتافظو بهم صفي هنانا غدي ننقي بهاد القشرة كيفما قلت لكم هادية راه كتسهل علينا راه كتسهل علينا بزاف ديال بحالكة الخضر ضغية كتقشرها وما كتضيعهاش حتى الليمون الحامض كتسهل القشرة الفقانية فقط ما كتهش هكا القشرة كله صافي بعد ما درنا هاد الليمون الحامض بحال هكا غدي نجيب واحد اللاطة واللي كتبالينا بحال هكا فيها شي بيوضة كنعود ننقيوها وغدي نجيب واحد اللاطة اللي فرشت لها ورق ديال زبدة وغدي نستفه هكا في الفران ديالنا كي سخن على ميات دراجة انا كندير فيه ميات دراجة بحال هكا ثم ايلا عندكمش الفران ديال ضغو وكندير فرفاره ايلا عندكمش ديال ضغو كتديروه بحال هكا فيما خرجته الخبز طيبه الخبز وكتردوه كتخليه حتى كترجع فيه ذك السهد وكان مرة خرى فيما طيبنا الخبز يعني كتكون احسن وغدي نعصر هاد الليمون الحامض انا دخلت هكا دخلت اللاطة دخلت هالفران على درجة الحرارة مية مية وعشرين ما نفوتوش درجة الحرارة ديال مية وعشرين اراه كيبقى معانا بحال هكا وحد لعشرين دقيقة او خمسة وعشرين دقيقة كيبدي يكرم وعود نقلبوه الى القينة بدأ كيكرم كننقصو عليه الدرجة كنخليه الدرجة ستين سبعين وكنخليه كيكرم على خاطره وحد ساعة المغانا كيكون هكا ميبس وكتبقى فيه ذك الريحة وكنعصروا بحال هكا الليمون الحامض كنحتفظوا بهاد العصر ديالو هاد العصر ديالو را موفيد بحال هكا بعض المرات كنجيبو هكا الليمون الحامض وكيبقى حتى كيخسر وخاك يدخل التلاجة لان ماكنستعملوش بزاف كنجبدو دك الليمون الحامضة ولا هدف النهار ماكنستعملوش بزاف كالقوه خسر بحال هكا كيبقى محتافظ عندك دائما عندك في مجميد الوقت اللي بغيتيها را تجبديه وكنستمر حتى كنكمل الكمية اللي عندنا ديال ليمون حامض را غي يعطيني واحد الكيلو الى ربع او اطروا الى رب حال هكا صافي احنا يكملنا الليمون الحامض ديالنا هنضفتو هنا ايه في حد الكرف وغادي نبدأ كنهز هكا واحد الكيمية وكندير هادي وديو اللي تلج ديال الفريقو وكنخوف فيهم بحال هكا باش مني نبغيو نجبدوه كنجبدو مورسوا واحد ما كنجبدوش كلو كبدو نهرسوا فيه بحال هكا كيجينا ساهل وكنغطيوه حتى كنعمر هادو كاملين وغادي نغطيوه بواحد البلاستيكا بحال هكا وكنغطيوه بعد ما كنغطيوه كندخلوه هكا المجميد حتى كيبرد حتى كيتلج وغادي نجيب هادو ديول بحال هكا ديول بسكويت او ديول قاطو كنصيب فيه حتى هو بحال هكا صافي غادي ندير بعد ما غا نحطم هكا فوحة طلاطو كنحط ميكا وكندير وحد اخر فوقها وكنبدا نضيف كنضيف هاد العاصر ديالنا ما كنعمره مش بزاف وغادي نغطيها حتى هي بلاستيكا وكنخليهم كيباتو ليلة كاملة حتى الصباح عدا باش غا نصيبوه هنه هاد ليمو الحامض هادا ما كنضيعوش هاد القشرة بحال هكا تنخويو عليه الماء نعمرو عليه وكنخليوه يغلى وحد الغلية فقط كيغلى في اللول هاد المديالو كنحتفضو به بحال هكا كيعطيه وحد الريحة وحد الريحة كتعطيه في الضار ما شاء الله هادا بريحتو صافي بعد المغلة غادي نطفي عليه ونخليه حتى كيبرد نغطي عليه وكنخليه حتى كيبرد غادي نرجعو نشوفو القشرة دينا انتو ما شفتو معايا كيفاش طال هنه را اخده معايا ساع الله روب صافي وكان طيب هكا كان يعني مجفف كيب قوح الكيميا هكا قليلة صافي غادي نخبع هنا يرى برد وغادي نطحنوه نخليو حتى كيبرد صافي هنه را غادي نطحنوه غادي نطحنوه مزيان حتى كيتطحن وكنخلوه بعد ما كيتطحن هدرا كنحتاجوه في الكيكل بناترا كيجيب الكيكو كيجيب الحلويات كيجي رائع هنه ما كيناش عندك واحد ليمونة حامضة باش غادي تديري نسمة دي الحامض او الديري الفاني كندير هنا هادا كيعطي نسمة ديدة في الحلويات دائما ما كيخطانيش انا عندي موعتماد بحال هكا مني كيسالي ليه كنصيبه ورفات حطيتو معاكم هكا في القناة صافي كنغرب له وكنعود نغرب حتى كنكمل الكيميا اللي عندنا وكنضيفها في واحد شفتو معايا هاد البودرة ديالو كنضيفها في شي بحال هكا في واحد الإناء اللي محكم الإغلاق كي تصد مزيان وبحالك اللي كانت عندنا بزا فرا هكا نطحنوه بحالكة وكنديروه في بلاستيكا ونديروه في الفريغو كيبقى يعني يخيضوا عليه حتى العمرة كيبقى هنا بعد ما برد لنا هكا ديك القشر ديال ليمون الحامض ثم شفتو معايا غضي نضيفها في واحد القرعة وكنخليها هادفين ما كنغسل نبغي نغسلها كالمواعن إما كنضيرها مع الصابون ديال المواعن إما كنحطها كتكون قريبة ليا شنو كنضيرو بيها مني كنغسلو المواعن وكنديرو الصابون تاع المواعن كنضيفو منو حجج معالق كيعطي ريحة زوينة في المواعن البنات كتبقى ريحة الحامض عاطية زوينة لأنها طبيعي صافي بعد ما باتت بحال هكا نحن حايدنا هادل عاصر ديال الحامض صافي وغادي نسوس هادي هادي شوية كتكون قاصحة كنخليها شوية حتى كتبدأ كتدوب عدا باش كنسوسها وهادو كنديرو بفوح للكيس بلاستيكي بحال هكا عندنا الحوت عندنا شي حاجة اللي بغينا نديرو فيها صوص بحال هكا ديال الحامض أو العاصر ديال الحامض كنجبدو وحدة من المجمد كتبقى عندنا كنبغيون بحالك نديرو عاصرة الحامض بحالك قبل الفطار انا غدي نديرو حد الكس بحال هكا ديال عاصرة الحامض اللي درت فيه شوية ديال سكين جبير وكنضيف عليه الماء مغلي غدي نزيد عليه وريقات هكا ديال النعناع وبحال هكا كنديرو العاصر كنحليها بشوية العسل طبيعي وكنديرو هاد العاصر كنشربوه قبل الفطار بحال هكا اللي كيبغي شرب الحامض بحال هكا كيكون عندنا موجود ومتوفر عندنا في الفريقو وهدي كنحتفظوا بها لحلويات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته